السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم الأمثال الشعبية الإسبانية التي تستعمل بشكل كبير جدا في الحياة اليومية سوف نقوم بشرح معنى هذه الأمثال والمقولات الشعبية حتى تتمكنوا من استعمالها بشكل صحيح وفي سياقاتها المناسبة الكثير من هذه الأمثال والمقولات معناها لا يتجلى فقط في كلماتها بل في أغلب الأحيان يتعد ذلك بحيث يكون لديها معنى مجازي مرتبط بمسألة الثقافة والعادات والتقاليد لهذا لن تكون هناك ترجمة إن صح التعبير حرفية لهذه الأمثال بل سأعطيكم المعنى فقط مع الأمثلة حتى لا نخرج عن سياقاتها الحقيقية إذن لنبدأ على بركة الله قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك إن أعجبك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إذن نبدأ بالمثل أو المقولة الأولى وهي المالتيمبو بوناكارا المالتيمبو بوناكارا أول شيء نقوم به هو يعني شرح كلمات هذا المثل هنا عبارة المالتيمبو وتعني عندما يكون التقص سيئا وعبارة بوناكارا وتعني يعني أن تظهر وجها حسنا لتبدو بشوشا لكن المعنى المجازي لهذا المثل هو يعني في الأوقات الصعبة المالتيمبو في الأوقات الصعبة بوناكارا يعني من الأفضل أن تحول غضبك أو يأسك أو شعورك بالإحباط إلى شيء إيجابي نعطي مثال مثلا عندما يحصل تلميذ على نقطة سيئة في امتحانه الأول فهنا زملاء هذا التلميذ يمكن أن يقول له هذا المثل لتشجيعه ولكي لا يشعر بالإحباط حتى يجتهد أكثر ويحصل على نقطة جيدة في الامتحانات القادمة وقس على ذلك يعني من المواقف المشابهة يعني بدرجة نقدر نقوله مثلا الإنسان من كنت تحط في شي مواقف صعبة أو في شي ظروف صعبة يعني في ذلك اللحظة ما يخصوش ضعاف ويخص يكون قوي يعني ويواجه يعني ذلك الصعوبات ويواجه ذلك المشاكل يعني باش يقدر يتخطوه المثل الثاني وهو الترجمة الحرفية لهذا المثل هو يعني عشبة ضارة أو عشبة سيئة وننكا موري تعني لا تموت أبدا لكن المعنى المجازي يعني لهذا المثل هو تعبير يعني يقال غالبا عندما نتحدث عن شخص سيئ أو شخص يقوم بأشياء سيئة ما يعنيه هذا التعبير هو أن الأشرار يعني الأشخاص الذين لديهم سلوك سيئ لا يتغيرون أبدا لقد كانوا دائما سيئين وهم أشخاص سيئون وسيبقون سيئون في المستقبل يعني بالدرجة تنقول بنادم لخيب عمرو تيموت يعني كتجيغف بنادم لمزيان كذلك هذا المثل نستخدمه في سياق آخر وهو عندما يكون الشخص في المستشفى نقولها على سبيل يعني المزاح لكي نفرح المريض تخيل مثلا أنك ذاهب لزيارة صديق في المستشفى تعرض لحادثة سير لكنه يعني تحسنت حالته كثيرا في الأيام القليلة الماضية وتقول له يعني هذه العبارة يعني أنت هنا تقوم بمزحة يعني أنت تقول له هذا المثل يعني هنا تخبر صديقك أنه نظرا لكونه شخص سيء فسوف يتعافى ولا شيء يمكن أن يقضي عليه فأنت تخبره أنه قوي جدا وأنه سوف يتحسن يعني إنه مثال يعني جيد لإسعاده من خلال القيام ببعض الدعاء يعني احتحنا تنقلوا هاد العبارة بالدرجة مثلا لم يكن مشوا عند شو أحد كانت تعرض لشي حادثة أو لو قالوا شي حاجة السبيطار تنقل له يعني عبض ضحك باش نفوجه عليه تنقل له ما كتموت شا صاحبي ما كتموت شا صاحبي يعني هنا سنبغون نصطل له بأنك انتارك قوي يعني هدوها يعني الميصاج اللي سنبغون نصطل له يعني من هاد التعبير أو هاد العبارة هذه المثل الموالي هو يعني الترجمة الحرفية لهذا المثل هو وتعني للكلمات التافهة يعني ذان صامة والمعنى المجازي لهذا المثل هو يعني هذا المثل يشير إلى أنه لا يجب أن نبالي بغباء الآخرين يعني ينصح بعدم الاستماع إلى الكلام الوقح والذي لا ينفعنا في شيء ولا يخدم مصالحنا فمثلا عندما شخص ما يقول لك كلام سيء ويهينك فأنت هنا ولكي لا توطيه أهميا لما يقول تقول له هذا المثل يعني حتى تنهي الكلام معه ولا تدخل معه في مزايدات أو شجار يعني بالدرجة الهضرة بحال هذه قام يسمع لها بنادم يعني الهضرة بحال هذه قام يسمع لها بنادم المثل الموالي هو الترجمة يعني الحرفية لهذا المثل هو يعني هو عندما يسمع عجيج النهر يعني العجيج هو الصوت الذي يصدره النهر يعني فإنه يحمل ماء أو أن هناك ماء لكن المعنى المجازي لهذا المثل هو أنه ما يقال أو ما يشاع حول موضوع ما أو حول شيء ما حتى لو لم يكن صحيحا تماما فإنه يحتوي دائما على جزء من الحقيقة بالدرجة يعني منك تكتر هضرة على شيء حاجة والإشاعات يعني وخما كنكونوش متأكدين باللي هذه الإشاعات صحاح تنقولو هاد شيء كتر يعني شيء حاجة كنا أو شيء حاجة تماما المثل الموالي هو والترجمة الحرفية لهذا المثل هو يعني للعدو الذي يفر أو يهرب معنى هذا المثل هو أنه يوصى بتجنب الأعداء بأي ثمن أي عندما يغادر الخصم أو العدو فمن الملائم منحه التسهيلات للمغادرة وبهذه الطريقة سيتركونا في سلام يعني بشكل عام يوصى بتسهيل رحيل منافس أو شخص قد يتسببه في إلحاق الضرر بنا يعني بالدرجة مثلا في الخدمة كيكونش واحد ما عندكش معاه ولكن منك يبغي يمشي يعني خجم الخدمة فأنت كتقول يارب بغي يمشي وكتسهليه الأمر يعني ما كتدليه لعارقين لولو باش غي يمشي ويخليك ترنكيل مثل آخر وهو الترجمة الحرفية لهذا البثل هو يعني 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 إضرب أو إضرب بالمطلقة هذا المثل يستدعي أهمية العمل والسعي لتحقيق ما هو مطلوب وفي نفس الوقت يتطلب يعني الدعاء وعون الله يعني بدرجة ماشي غيطلب الله ونعس ولكن خصك نشتهد دير الأسباب باش الله يعاونك وتحقق الأهداف ديالك يعني تحنف تقفى الدنيا دنا يعني توكل على الله ولكن خود بالأسباب المثل الموالي هو الترجمة الحرفية لهذا المثل هو يعني وهي الحركة يعني تبين أو تظهر يعني بالمشي يعني الحركة كتبان في المشي هذه العبارة تعني أنه في أي موقف من مواقف الحياة عليك أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لأن الأفعال هي التي تثبت الأقوال يعني ذلك الشيكة تقول خصك تبقه بالفعل على أرض الواقع مثل آخر يستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية وهو والترجمة الحرفية لهذا المثل هو وتعني يموت بالحديد معنى هذا المثل هو أنه كل واحد يجاز بالأفعال التي يقوم بها اتجاه الآخرين يعني يتم استخدامه بشكل خاص عندما يرتكب شخص ما ضررا ضد شخص آخر ثم تضعه الحياة في وضع المماثل يعني بالدرجة تنقول باش قتلتي باش تموت إلا مثلا ضلمت شو واحد أو لا تصرفت خائب مع شو واحد غادي جي النهار اللي حتى أنت غايجي شو واحد اللي غادي يضلمك وغايته ادعي لك بنفس الطريقة لتعاملت بها مع الناس الخرين مقولة أخرى شائعة في اللغة الإسبانية يعني تستخدمه في الحياة اليومية الإسبانية وهي الري مويرتو الري بويستو الري مويرتو الري بويستو والترجمة الحرفية لهذا المثل هو يعني الري مويرتو يعني لملك ميت الري بويستو يعني ملك آخر مكانه يعني يعوضه وهذا المثل يستخدم بشكل خاص في مجال العمل أو في مسألة العلاقات الغرامية يعني أنه بمجرد أن يتم فصل شخص ما عن العمل أو فراق شخصين مرتبطين يتم تعويض شخص آخر مكانه يعني بسرعة كبيرة جدا وهنا يعني نقول هذا المثل الري مويرتو الري بويستو يعني مشا واحد يجي واحد آخر بالزربة مثل آخر أو مقولة أخرى يعني شائعة في جميع اللغات والثقافات وهي لاس أبارينثياس إنغانيان لاس أبارينثياس إنغانيان وتعني المظاهر خداع يعني يساهم المظهر الخارجي للأشياء والأشخاص في تكوين رأي خاطئ يعني بشكل عام لذلك لا ينبغي الحكم على الأشخاص من خلال مظهرهم فقط يعني شها من واحد تشوفوا يعني في المظهر ديالو تتحقروا ولكن منين كتعاشروا يعني كتلقاه شخص واحد آخر إذن أصدقائي وصلنا إلى آخر الفيديو وكما العادة سوف أترك لكم يعني مثل في هذه الحالة للممارسة والتمرن أكتب إجابتك في تعليق حتى أرى هل إجابتك يعني صحيحة أم لا هذا المثال كذلك يوجد في الثقافة العربية المثال هو اوخو بور اوخو ديينتي بور ديينتي اوخو بور اوخو ديينتي بور ديينتي إذن أصدقائي كما العادة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الدروس إذن إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء